اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد ان الانجاز الجديد الذي تسجل في مهرجان سمو للعهد السعودي للهجن 2022 يؤكد الاستراتيجية التي تسير عليها رياضة الهجن البحرينية في المحافل الخارجية والتي دائما ما تكون الانظار متجهة نحو المشاركة البحرينية في ظل ما تتمتع به من امكانيات كبيرة وقدرات هائلة تجعلها تخطف الاضواء وتنافس بقوة على حصد الانجازات واشار سموه الى ان المشاركة البحرينية في مهرجان ولي العهد السعودي للهجن 2022 سجلت انجازات عديدة خصوصا في الاشواط النهائية التي دائما ما تشهد منافسة قوية ومشاركة واسعة موضحا سموه انه حريص على تقديم كامل الدعم لرياضة الهجن البحرينية في المحافل الخارجية من اجل مواصلة كتابة فصول النجاح وتحقيق المزيد من الانجازات وجاء تتويج الرهاوي بالمركز الاول في الشوط المسائي الثاني لفئة لقايا قعدان بعد ان قطع السباق بزمن وقدره خمسة دقائق وسبعة وخمسين ثانية حيث شهد شوط منافسة قوية ومثيرة لكن الرهاوي تفوق بجدارة واستحقاق سلام الى مملكة البحرين سلام للاشقاء سلام الى مملكة البحرين الشقيقة السلام والكاس الكاس يعبر الحدود من المملكة العربية السعودية الى مملكة البحرين وصاحب السمو الشاخ الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة وحمد ومحمد بن عبدالله بن طالب بن شريم من يتابع لنا هذا البطل تهانينا والنماس لمالك الرهاوي هنا بهذا الشعار المميز بالشعار صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة هو المنتصر هو البطل في هذا المساء والكاس الى الاشقاء في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر